بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أفتطمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سياسا وحاقت به خطيئاته فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله 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 سبحانك ربي ظلمت نفسي سبحانك ربي سبحانك ربي الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعظم عليهم غير المعظم عليهم ولا الضالين آمين وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتام والمساكين وقولوا للناس حصنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتكم أسار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشترون حياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي عنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين بيسم اشتروا به أنفسهم وأن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكفرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ونؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ونؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قُلْ فَلِمَ تَقْدُنُونَ أَنْبِيَاءَ الْوَهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ إِكْرَهِ سُبْحَانَكَ رَبِّي ظلمت نفسي وأنني سأفعله سوء فُخر اللَّهُ إِكْرَهِ اللَّهُ إِكْرَهِ اللَّهُ إِكْرَهُ سُبْحَانَكُ إِكْرَهِ إِكْرَهِ أَوَّنَكُبْرَئِ سَوْحَانَكُ اشتركوا في القناة 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 والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل فإن الله فإن الله عدو للكيفرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جهاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكبر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجه وما هم بطارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترعوا ماله في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون سلي الله أكبر اللهم اغفروا وارحمني وزقني الله أكبر سبحانه رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل وما ها أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولها إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بطورين به من أحد وما هم بطورين به من أحد وما هم بطورين به من أحد وإذن الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبيث ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ياها أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انقرنا واسمعوا وللكيفرين عذابنا لهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من تون الله من ولي ولا نصير الله أكبر سبحانك رب الله أكبر الله أكبر تحيات لله تحياتي 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 ورحمة الله اشتركوا في القناة ورحمة الله 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 it is the most beautiful days and nights of the year the month of Ramadan it all started yesterday without any doubt in few days you will feel sorrow because it's going to live us again الله تبارك و تعالى يقول يمني وعلينا نقول يمني في العربية معني أيضا بين 3-9 أكثر من 9 أكثر من 9 أكثر من 9 وعلينا نعلم بشمع القلة وعلينا نعلم أني يمني مناسب بشمع القلة ولكنه مرحباً أكثر من أجل لذلك نريد أن نرى أن نحن أخذ الوضع النبي صلى الله عليه وسلم ما سيره في المسناد من الإمام أحمد إذا كان المسناد من الله تعرف أنه في رمضان سيكون يستطيع أن يريد أن يأتي رمضان يأتي نحن أحب أن رمضان يتحدث لماذا؟ بسبب جيدة في رمضان اللهم لا تحرمنا خيرا رمضان لا تحرمنا خيرا رمضان رمضان صلى الله عليه وسلم قال شيئًا عن رمضان قلت عن رمضان أو واحد من رمضان عن الذين نتحدث عند رمضان يأتي رمضان صلى الله عليه وسلم قال أن الشياطين هم مردت شياطين وصفين تشياطين هناك شخص في حياتين في حيات الإسلام نحن نعرف أنه يشياطين هم مردت شياطين ليس فقط أنهم مردت شياطين أو نحن نقول أنهم مردت شياطين لكنهم يأخذهم 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 شياطين لكن شياطين يأخذهم يأخذهم سيدنا عمر لأخذهم يأخذهم particularity you know that's why you hear some words about some actions which you do not hear in actions that are better than those you know actions because Allah put some mazi on them so is the sahib of we hear in so many a hadith when the prophet sallallahu alayhi wa sallam says I went me and Abu Bakr and Umar and I came me and Abu Bakr and we did me and Abu Bakr and Umar they are his his raviqan alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi is the son of Nuhayl ibn Abdil Uzzah al-Adawi al-Qurashi he meets with Rasulullah sallallahu alayhi sallallahu alayhi at Ka'b 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 is among the you know great grandfathers of the holy prophet sallallahu alayhi was allah we know sayyidina rasul sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi so he meets with Rasul sallallahu alayhi sallallahu alayhi at Ka'b Ka'b is one of the greatest personalities of Mecca because the tarikh of the people of Mecca used to be you know Ka'b used to have when they used to say you know from the year of Ka'b so 2000 or 3000 or 300 years after you know the Ka'b as we say 2000 years after the after the year of birth of Sayyidina Isa alayhi alayhi salatu was before the birth of the holy prophet sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi had to do with Ka'b but when the prophet sallallahu alayhi sallallahu alayhi salam was born the tarikh of you know Quraish became what because the prophet sallallahu alayhi salam was born at the year of the elephant when Abraha came to destroy Ka'b So Sayyidina Umar رضي الله تعالى عنه Is a person who is very difficult to speak about in minutes Like Sayyidina Abu Bakr رضي الله تعالى عنه Because they are the students of Sayyidina Rasulullah The best students of Sayyidina Rasulullah صلى الله عليه وسلم He was nicknamed as Al-Varouq لِقِبَ بِالْفَارُوْقِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ذَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ Because when he accepted Islam, that was the year six According to, you know, many of the scholars Who said that Sayyidina Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه Accepted Islam at the year six We know that he accepted Islam after the, you know, hijrah of Habasha You know, when he saw the women, you know, migrating to Habasha He approached one of them and said, are you living? She said, yes, after you have harmed us, after you have done all this and this And Sayyidina Umar رضي الله تعالى عنه, you know, felt some sorrow You know, that was, they say, the first sign that something is happening About Umar Then later on he accepted Islam You know, the day he decided to kill the Holy Prophet ﷺ himself And then he was going to where the Prophet ﷺ was with his sahaba And then he met a person who told him, go to your house first For your sister and husband of your sister, they accepted Islam So he went to kill them first Before he went to kill the Holy Prophet ﷺ Salatu wa salam But he doesn't know that the Holy Prophet ﷺ made dua for him Because the Holy Prophet ﷺ made dua Or Umar ibn al-Khattab Or Allah gave Islam izz Through these two people Through one of the most beloved one Or the more beloved one of these two Umar ibn Hisham, who is Abu Jahl Or Umar ibn al-Khattab Some scholars say that Umar ibn Hisham, Abu Jahl Is an uncle to the Holy To Sayyidina Umar And Allah tabarak wa ta'ala Accepted the dua Accepted for Umar When he found his sister And her husband Reciting Quran You know, he hit them And hurt them You know And the sister, you know, rebelled and said So what? We accepted Islam, what can you do? Sayyidina Umar said I heard you, I heard you're reciting something What is it? Can I hear, can I see? He said no She said no Until you take a shower, a bath Then he did Because he wanted to see what it is What it was And then he Recited Surah Taha That's what they had These are the words Which, you know, touched the hearts The hearts of Sayyidina Umar And then he asked where the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was And he found him at Darul Arqam Ibn Abi Al-Arqam And he accepted Islam He accepted Islam Radhi Allahu tabarak wa ta'ala And the day he accepted Islam That's the day Islam got The Izzah The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Was asking They said Umar is the 40th person To accept Islam The 40th person Who accepted Islam And he asked Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Are we The ones who are in truth Whether we are dead or alive So the Holy Prophet said yes So why are we hiding Because they used to hide Darul Arqam And the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam You know Ordered them To get out To go out So they made two lines You know With this line Sayyidina Umar On top At the head of the line The other one Sayyidina Hamza Because they both Accepted Islam The same You know In an interval of days When Quraish Saw this There is no darker day For Quraish Than that day They saw Sayyidina Umar And Sayyidina Hamza Asadullahi wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam Accepted Islam So Sayyidina Umar Who was a very You know Wealthy person Before Islam He even could read Or write But he was very harsh With the Sahaba When he accepted Islam He became the softest person In the heart But yet The hardest person When it comes to The non-believing Men and women Sayyidina Umar Describing Sayyidina Umar He said Who can do What Umar Used to do The Heber Of the Umar And the Tawadu' Of the Umar Were you know Extremely You know Ordinary You know Extraordinary Extreme Because you cannot have Or And at the same time Tawadu' He inherited That from the Holy Prophet Sallallahu The scholars Sayyidina Umar Had I mean So much So that Sayyidina Umar Ibn Abba Said I wanted to ask Sayyidina Umar About an ayah For a year I couldn't You know I didn't dare I dare not To ask him Rahmatullahi Alayhi Wa radhi Anu And he loved To make zikr And he used to Weep Making zikr Radhi Allah Tawadu' Kana Sahaba Yasmu'na Yassauta Buka'ih Wah When he read The Qur'an He used to cry Do we cry When we read The Qur'an And they said That there were Two lines Big lines That were the Signs of the Tears of Sayyidina Umar Radhi Allah Wata'ala Anhu Even when He was the Amir Al-Mu'minin He used to Sleep at the Masjid He used to Sleep outside And they Told him Hakamta Va'adilta Vinint You know You know Because you are Because you are True ruler A just ruler So you don't Have to fear You can sleep Wherever you want Radhi Allah Tawadu' Wa ta'ala Anhu That's how he How he was When people There was a delegation Who came to him And he He felt some He said I have to do Something about This What did he do He went out He got some Water He put it on Him You know Publicly So that Everyone knows That he's Just a servant Of Allah Subhanahu Wa ta'ala He was so Serious about Islam That the Holy Prophet Sallallahu So Sayyidina Umar You know Was A Muslim As one of our Scholars When describing When talking about One of our Great scholars After his Death He said So Umar Was a true Muslim And Allah Ta'ala Prepared him Because Umar When he was Young He was going After the You know The cattle Because if you Go after the Cattles And you can Control them You know How to deal With them You will know How to deal With people When you Rule them His Laqab Or his Kunya The father Of Of Hafs And that Has to do Also With his Seriousness And his Strength Because Hafs Means what Means a Lion Means a Lion So Hafs His Daughter Is The Can you Say lioness Can you Say that The female Lion How do You say The female Lion In English My English Is not that Good You can Say lioness Or Leon In French If you Want That was He was 26 years Of age When he Accepted Islam So when You are 26 And you Are 30 You think You're Young You're Not You are Umar And I Said that He was The 40th Of The 40th Person Who Accepted Islam And And as Ibn Ishaq Said He Accepted Islam At The Year Six After The You know Nubu Of The Holy Prophet So After He Accepted Islam He Became Who He Was Because Of The Quran Because Of The Teachers Of The Holy Prophet Sallallahu Alihi Wa Alihi Was Sahbihi Was Salama Both In Mecca And In Medina You know Even In Mecca When Sahaba Migrated To Medina They Were Hiding But Sayyidina Umar Did He Went To The Kaaba He Made To Aka And He Went To The People Of Mecca Who Were Looking At Him And He Told Them Who Of You Want His Mother To Lose Them Or Want His Children To Be Orphans Or Your Wife To Be You Know His Wife To Be A Widom Follow Me Behind This Valley Meaning Behind This Valley Or This Valley So He Wasn't Hiding No One Follow Him So So Sayyidina Umar Ibn Khattab Was With The Holy Prophet And Sayyidina Abu Bakar In Every Single Battle Min Badrin Ila Uhudin Ila Ma Ba'da Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallama So Sayyidina Umar Radhi Allahu Tabarak Wa Ta'ala Anhu You Know Was So Serious In Islam That The Holy Prophet As I Said Earlier Ressembled Him With Sayyidina Nuh And Even When The Holy Prophet Asked About Asra Badr He Said Kill Them All He Killed His Own Uncle Himself In Badr And Why Because His Uncle Was What Against Sayyidina Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Because The Holy Prophet None Of You Will Be A True Believer Until You Love Me More Than You Love Your Own Self As You Know The Hadith And When The Prophet Sayyidina Al Ya Like This With Abu Bakar Never Did Anything Except That He Had Umar Next To Him Even When Writing The Quran When Combining The Quran Sayyidina Abu Bakar You Know Consulted Sayyidina Umar Became The Khalifa For Good Ten Years And I Told You Yesterday That Sayyidina Abu Bakar Opened After You Know The Hurub He Opened You Know Iraq And A B Part Of Sham When Umar Came He Went To Further You Know He Opened Dimashq And Al Quds Came Back To Islam Came Back To Where Is Supposed To Be During The Time Of Sayyidina Umar And And Opened Al Varys And If Open Misra We Sayyidina Umar Ibn Abdu Sayyidina Umar Ibn Al As That's Who Sayyidina Umar Ibn Al Kattab Was And When His Death Approached He Asked Allah That It's You Know He Is Getting Old And He Want Allah To Take Him That's Who Amar Was He Want Allah To Take Him After Coming From Hajj He Made This Dua And Allah Accepted His Dua And He Asked Allah To Make Him A Shaheed In Al Madinat Al Manawar And Exactly That's What Happened Because Abu Nuklu You Know You Killed Him While He Was In Salat Al Fajr Leading The People Sayyidina Umar Ibn Kattab Radhi Allah Tabarak Wata And When He Killed That He Was Passing He You Know Asked The Muslims To You Know Do Whatever These Six People You Know About With Whom The Prophet Was Pleased To See Who Is Going To Be The Khalifa And These Six People Were You Know From Al Ashra Mubashroon Bil Jannah Yes Are You Having Two Conversations Here Jazakum Allah Kheran So The Holy Prophet Sallallahu Alayhi Sallam Gave These People Glot Tidings And Umar Said To Choose The Khalifa From These Six People But His Cousin Is Out And His Son Abdullahi Ibn Umar Should Be Out Because One Of The Ten People Given Glot Tidings By The Holy Prophet Sallallahu Is You Know Sa'id Ibn Zaid The Cousin Ibn Nofal They Are Cousins So He Took Him Out Of The List But He Could Be There Helping Them To Choose You Know Abdullah Ibn Umar His Son Was Also Out Of The List And He But He Wanted Him To Be There Helping Them To Choose And Sayyidina Umar Asked Sayyidina Abdullah Ibn Umar To Go Sayyidina Aisha To Ask If He Could Be Buried With The Holy Prophet That Was The Year 23 After The Hijrah Of The Holy Prophet And You Know That Sayyidina Umar Was 13 Years Younger Than The Holy Prophet So He Was 30 When The Holy Prophet Was Sent As A Prophet And If He Spends You Know Those 10 Years Or 13 Years In Mecca And These 23 Years In Medina So He Was Almost The Same Age Of The Holy Prophet When He Passed Or Even A Little More Umar Never Forgot This Day The Day Of Death Actually He Put On His How Do You Call It On His What Do You Put Here On His Ring The Naqsh Of His Ring Was What Death Is Enough Is Suficent To Be Wa'if Or Umar Meaning For He Lived Death Radhi Allahu Tabaraka Wa Ta'ala Anhu So I'm Going To Finish With Some Of The Most Famous Sayings Of Sayyidina Umar He He Used To Say He Said The Appearance Is Nothing The Man The True Man Is One Who Is Trust Worthy The One Who You Know Fulfill His Promise When Trusted He You Know Does Not Betray And One Who Does Not Talk About People If You See Someone Talking About People No Matter How Many Prayers He Does Or How Many Fasting He Does He Said That's Not The Rajul And He Used To Say Whenever You See Yourself As A Alim He Said That's Real That's A True Ignorance The True Alim Doesn't See Himself As A Alim And He Say Be Truthful Even If It Kills You Meaning No Matter What You Do Not Lie And We Because They Both Took From The Mishka Of The Holy Prophet And Then He Said You Know Everything He Said Every Action You Do And Because Of Which You Fear Death He Say Leave It Once You Leave That You Don't Worry About When Death Comes You Don't Care Because You Are A Good You Know You Are In A Good Position To You Read Meaning To Death To Die And He Said If Busyness Is A Problem For You You Feel Tired Because You Are Busy He Said You Should Feel More Tired You Should Be More Worried When You Are Not Because Farag Is The Cause Of Every Single Corruption He Used Make Dhikr Of Allah For That Is Cure And Beware Of Dhikr Of People Meaning Instead Of Talking About People Or Even Praising People Praise Allah Be Busy With Dhikr Of Allah For Praising Or Talking About People He Said That 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 Is The Disease You Know And He Said Because We Are An Ummah That Allah Wants For It Dignity And Dignity Is Dhikr Of Allah Not Dhikr Of Allah Subhanahu Wa Ta'ala And He Used To Make Dua Allah He Say Allah Give Me Power Over Someone Who Oppresses Me So That My Forgiveness For Him When I Am Able To Do Harm Him You Know Becomes A Shukr A Way Of Thanking You Allah Tabarak Wa Ta'ala He Also Say Do Not Look At Fasting Of A Person Of Anyone Not To His Salah The True Person The True Believer Is One Who Whenever They Speak They Speak The Truth Whenever He Is Trusted He Fulfills His Trust He Respect Whenever He Wants To Do Something That Is A You Know Then Because Of Fear Of Allah He Will Not Do So Am Was So Responsible Was So Conscious About His Responsibility That He Used To Say If If An Animal Died Which Is In Iraq Meaning Out Of Negligence I Would Expect That Allah Question Me About That Very Animal Someone Who Worries About An Animal You Know The Asr Of Sayyidina Umar Is The Golden Asr Of Islam After The Asr Of The Holy Prophet And The Asr Of Sayyidina Abu Bakr An Umar Is The First One Who You Made Salaries To Every Single Person Living In His Emirate Even The Non-believing Men And Women They Had Salaries That Is Who He Was He Used The Most Beloved Person To Me Is The One Who Makes Me Know My Defects Because They Help Me To Correct Myself And When It Comes To Talk He Said I Have Never Have Any Regret Because I Did Not Speak But I Have Regretted That I Spoke So Many Times He Said Before You Trust A Person Before You Say A Person So And So You Say See Him When He Is Angry You Know And He Say Yes Making Dhikr Is Good But He Say A Better Dhikr Is The Dhikr You Do When You Are Facing The Amr Of Allah When You Are Facing The Nahi Of Allah When You Know That This Is The Command Of Allah And That Remembrance Of Allah And Do What He Commands When You Know This Is Forbidden By Allah That Remembrance Of Allah Knowing That This Is Forbidden He That 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 The True Dhikr And He Said When You Have Two Things Before You One Is For Dunya And One Is For Akhirah He Said Leave That Which Is For Dunya For That Which Is For Akhirah Because Allah Says And Then He Said When We Were You Know We We Muslims You Know We Were Patient But When Allah T.B. Opened The Gates Of Rahmah Of Ni'am The Dunya Has Come To Us He Said We Were Not Patient Omar Was Teaching Us We All Can See How Muslims Became When They You Know Were You Know When They Were At The Peak Of Civilization Both In The Jazirah To Arab And In Europe Because Their Fathering Of Dunya You Know Allah T.B. Took Everything Back That's What Umar Calls Not Being Patient Because Being Patient When We Are At Difficulty Is Easier Than Being Patient When We Are Not Being Patient When We Are At The We Need More Shabd There Even Than When We Are At Difficulty Because It's Easy When You Are Difficulty To Humble Yourself And Very Difficult When You Are Not When When Things Are Okay For You And Sayyidina Omar Said If A Caller Said All Of You Are Going To Jannah But One He Said I Would Think I That One If One Said All Of You Are Going To Fire Except One I Would Think I Am That One Meaning That He You Know Balanced His Raja And Something He Said That We All Need To Remember He Said We Are Dignified By Islam We Do Never Ever Seek Dignity Somewhere Else Other Than Islam And Another Whenever We Seek From Something Or Somewhere Other Than Islam Allah Will Humiliate Us Again And Then He Said Inna Hikmata Laysat An Kibari Sin Meaning Hikmah Wisdom Can Be Taken From Anyone You Don't Just Say He's A Young Or He's A Child I Cannot Take Something From Him Amar Used To Have Say Abdu Abbas At His Court And He Was Very 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 Young He Want To Show Someone You Know Lowering His Back You Know Pretending That He Was You Know Meaning He Feared Allah Because Some People Think That The Fear Or Taqwa Is By You The Way You Look The Way You You Know He Told Him Hey Lift Your Raqaba You Know Raise Your Raqaba Raise Your And Say Umar Used To Talk To Himself Wallahi Latat Taqiyan Allah Yabnal Khattab Wallahi You Will Fear Allah Oh Yabnal Khattab Or Allah Will Punish You And He Will Not He Will Not Care And He Would Not Care He Would Sometimes Put His Hand At A Fire And Say Look At This Oh Umar How Do You Feel You Know Reminding Himself Of Fire And We Know That Say Umar Like Say Now Bakr Was Given God Tidings By The Holy Prophet But As I Said Yesterday May Allah Be Pleased With Say Umar Al-Haruq And Be Pleased With Us By Him I Know It Is A Little Bit Long But Don't Worry Inshallah The Rest Of That Will Not Be Long Inshallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah So So الله أكبر شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضب عليهم ولا الضادلين آمين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل صواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين دوم الحق فاعفوا واصرحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخن الجنة إلا من كان أودن أو نصاره تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصاري على شيء وهم يتنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون اللهم 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 سي الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرحها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خوائفين لهم في الدنيا خزئ ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تغنوا فثم وجه الله إن الله راسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضي عمرا فإنما يقود له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قول الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصاري حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة وأنتم ولا هم يوصرون اللهم 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 امين الرحمن الرحمن ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين وإذ ابتل إبراهيم ربه بكلمات فاتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منه وارزق أهله من الثمرات منامن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النير ثم أضطره إلى عذاب النير وبيس المصير وإذ يربع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منها إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا وناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصي بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفي لكم الدين يا بني إن الله اصطفي لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا بني إن الله أصطفي لكم propose دون يچيستبقي 보我們的 غير مل сох wür بنيه وانتنى الله أكبر إياك نعبنا وإياك نصعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأصيبها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفع لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا ونصاري تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم وأعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وكانوا هدن ونصارى قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومالله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون لها ما كسبت وكسبت وكسبت ولكم اشتركوا في القناة 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 الله 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 السلام عليكم ورحمة الله 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 إنا نسعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكوافرين ملحق اللهم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ورضا الوالدين ورضا الأشياء اللهم اجعل ما نحب فيما تحب اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزن قنوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وطائعنا وعاصينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم ارزقنا صيامه وارزقنا قيامه واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك كلمة الحق والدين وصل على نبينا محمد إمام المرسلين وأفضل المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة